اشتركوا في القناة بحضور أعضاء اللجنة وذلك بمناسبة إنهاء كافة أعمالها اطلع جلالة الملك المفدى خلال اللقاء على نتائج عمل اللجنة الوطنية التي شكلت بأمر ملكي في العام 2011 حيث تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة اللجنة بتقديم شرح موجز حول أهم ما تم إنجازه ضمن متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في السياسات والتشريعات الوطنية والموازنة العامة للدولة وإنشاء لجاني تكافؤ الفرص في كافة المؤسسات الحكومية وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك المفدى بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة من خلال رئاسة المجلس الأعلى للمرأة التي استطاعت وبجدارة أن تضع الأسس الكفيلة لاستدامة مشاركة المرأة البحرينية وليكون المجلس ومنذ تأسيسه عام 2001 خير عون في مسندة الجهود الوطنية على هذا الصعيد مقدرا جلالته تعاون كافة سلطات وقطاعات الدولة مع المجلس للقيام بدوره على الوجه الأكمل وأكد جلالة العاهل المفدى أهمية تتبني توصيات المجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وبما يكفل قياس مؤشرات تنفسية المرأة على كافة الأصعدة وانعكاس ذلك على مركز مملكة البحرين على الصعيد الدولي ونوه جلالته رعاه الله بأهمية جائزة الأميرة سبيك بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وما تحمله من رسائل ومضامين علمية تؤكد على نطج تجربة المرأة البحرينية وتوضح للعالم بأن جهود مملكة البحرين قد تجاوزت مراحل الرعاية والتمكين التقليدية لتصل إلى مرحلة متقدمة تكون المرأة فيها عنصرا فاعلا في رفع تنافسية بلادها في كافة القطاعات التنموية مقدرا جلالته كذلك إسهامات الجائزة كآلية عملية تنطلق من مملكة البحرين لتشجيع جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الرامية إلى رفع مساهمات المرأة في التنميات الشاملة والمستدامة وقد بارك جلالة الملك المفدى إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين والذي يوضح جهود المرأة البحرينية وما حققته من إنجازات متميزة منذ عقود طويلة ويحافظ على مركزها كما أشهد جلالته بدور المرأة النبيل في عملها ورعايتها لأسرتها فهي صمام الأمان للمجتمع وقطعت شوطا طويلا ومميزا في خدمة وطنها وتبوأت العديد من المناصب القيادية الرفيعة في مختلف قطاعات العمل مضيفا جلالته أننا حريصون دائما لتقديم الأفضل للمرأة لمكانتها في المجتمع وأن جميع الأبواب مفتوحة للمزيد من مشاركتها في كل المجالات وبهذه المناسبة ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة لكافة أعمال المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه ومتبعة جلالته على الدوام لأعماله إذ وبفضل توجيهات جلالته السديدة تمكنت المرأة البحرينية من أن تحظى بمكانة رائدة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على المستوى العالمي من خلال تبني النموذج البحريني لدعم تقدم المرأة من قبل منظمات دولية عريقة كالأمم المتحدة وتعميم هذه التجربة على كافة دول العالم من خلال جائزة عالمية لتمكين المرأة وأكدت سموها حفظها الله على سلامة النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين في دعم مكون المرأة وإدماجه في التنمية الوطنية لتعكس الأرقام والنتائج والإحصائيات ما أحدثته المملكة من تطور لافت على كافة المجالات والمستويات على مستوى المنطقة وفي فترة زمنية قصيرة حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات الهامة كالصحة والتعليم والشأن الاجتماعي مؤكدة سموها حرص المجلس على استمرار هذا العمل الدؤوب الذي ينفذ بفضل الخبرات الوطنية في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة وفي ختام الاستقبال قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه النسخة الأولية من التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين وتقريرا حول الانتهاء من إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين وتطبيقا إلكترونيا خاصا حول أهم الإحصائيات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة في مملكة البحرين الذي نفذته أمانة المجلس بالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء